اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا طبعا المقام مقام سيدنا يونس عليه السلام وليس هو قبر يونس عليه السلام لأنه لا يعرف نبي أين مدفول إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو مقام لماذا سميت هذه المنطقة بمنطقة حلحول وفيهم مقام سيدنا يونس عليه السلام يقال في التاريخ أن يونس عندما خرج من بطن الحوت جاء إلى هذه المنطقة وجلس فيها حول حل حول حول يعني جلس في هذا المكان عام فسميت حل حوت هذه المنطقة اسمها حلحول نسبة إلى سيدنا يونس عليه السلام نعمًا 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 وضعه سيدنا يونس عليه السلام عندما يقول ايه مام Saya transgender 1% لا يعني المطقة لأن يكون دائماً امارًا مستخدمي الصرف لا يعني لأنه نعمًا طبعا الأولى مقام لذلك مقام عقل singer إلىatell electromagnetic وفناء هذا هو مكان الذي يللل Если وحاربه التف gain هذه المحياة ت bratها حربًا ع�如 الزحوم تعني التفال applause حولن من سنوال يلللل فهي lose على نهاية السMB 1959 عblemة منذ هذا الارغم من ميشته تذكر شيئ يقول الصحيح ولستحقًا أنه había تفزбу هنا قال الله أعلى أنه لا نعلم لأنه من الراسول سلل اللهم واحد في مدينه في معربة قلت لا نقوم بالمرئ لكننا نتचig明白 لأننا سيدنا يناز欸 Sangli لذلك الذين هم تحصل على مكان الد vagina لأعي الله الصلاة هذا المطل half of the mass which was built later on by the brother of صلاح الدين الصلاح الدين الصلاح الدين الحمد لله صلى الله عليه وسلم من قمات القرسادات ورخه مصره الله كان قدره هذا المشكل، ونقوم بمتازل الى 900 أره هذا المكان كان قدره من اخوة صلاح الدين الآيوب نحن ندعو من قصة يونس وكما يدعو من يومس هناك وفي أي مكان ندعو من سيدنا يونس الذي ذكره الله عزيز في القرآن الكريم حينما يقول سبحانك أنني كنت من الظالمين الذي كان في بطن الحوت اجتمع عليه ثلاث أمور بطن الحوت ظلمة البطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فنادى في الظلمات الثلاث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله عزهر تعليقا على هذه القصة كذلك ننجي الذين آمنوا كذلك يعني هي لنويونس عليه السلام وسؤل محمد صلى الله عليه وسلم هل هي لنويونس فحده قال لا وكذلك يد المؤمن إذن هي إلي وإلك وللأخت لكل إنسان لا أن يكون في الظلمات الثلاث أو يكون في هم وغم أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين ويقولون أننا لا إله إلا أنت وإنهم فقط لا يعلم انك سبحانك من المصدرات والبساط ويحياتي سيدنا ينسى صلى الله عليه وسلم ما حدث لهم كما تعلمون عندماه في المرحلة في السمع فقالها قلت بذلك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا تكن في ذلك ما تنمي بأسكرا فقط أكثر من ذلك سبحانك أخلاف لا أعلم ما أخلاف يريد أن الشيخ تقول ما يفعلون أنه يسأل ما يحلل الله يسمع لك يجب أن يتصل يسأل يسأل سبحانك إنني كنتم من الظالمين الله سوف يأخذك من كل الأشياء التي توجد سبحانك إنني كنتم من الظالمين هذا المهم يجب أن نتعلم بأن في كل مكان ما نتعلم؟ نتعلم إلى الله بمعنى أن هذه الأرض الطاهرة النقية أنه لا يوجد بواب إلى السماء ولا طريق ولا معبض إلا عن طريق فلسطين وبيت المطلس مستحيل ما تستطيع أن تذهب إلى السماء إلى الله فوق إلا أن تأتي إلى بيت المطلس وتذهب إلى الله فهذه الأرض سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهذه الأرض مباركة ومستحيل أن تخرج إلى السماء إلى بيت المطلس لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ محمد صلو الله تعالى Right from Makkah؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى أكثر؟ الله stiff سأخبرنا ذلك أنه نعرف ماذا؟ كل طرح مرسل عبدا بأكل مرسل جميع طرح مرسل فقط صحيح فقط لتواصل إلى طرح photographed error هذا لذلك الذي تدعه من هنا من هنا يذهب إلى طرح لذلك تلافظ المرسل تنبته هنا الحمد لله هذا هو طرح فقط لذلك الذي تدعه الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى جروسلم ومن هنا الرجل الذي لقاله إلى طرح لأن الطرح مدهش فيه هنا لماذا لم يصلى آدم ولكن لم يصلى مساية asks له ولم يصلى الله عيسى ولكن ومحمد المقيدة كانت محمدًا و أنتكم وأنتكم تدافعون عن المسجد الأخصر و أنتكم ستكونوا لكم القيادة في هذه الأنبياء صلت محمدًا بالأنبياء جميعا لأنه يمامًا لّيوم القيامة نعم في درجة فرقنا لدينا أيضا وضعنا أيضا وضعنا أيضا بأننا أيضا ستكون قبل وضعنا على هذا الهجاب وحاولنا وضعنا كما يمكننا وضعنا على هذا الهجاب لأننا نحن المحمد صلى الله عليه وسلم